غير مرحب به حيث حل جاء من علم المال والأعمال والصفقات فدخل السياسة فعث بها فسادا بدأ نشاطه السياسي بعقد صفقات مشبوهة صفقات تستند على القوة أكثر من الحق شتموه في لندن وسبوه في سكوتلندا وهاجمه ساسة بلاده واستعداه الصينيون والأوروبيون واختلف عليه الروس ونحن الفلسطينيين لنا من هذا الجنون نصيب فنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس الشرقية والتي هي أرض فلسطينية حسب التاريخ والقانون والأعراف الدولية بعث كوشنيره وحمله مجموعة من العقود لتوقيعها من زعماء المنطقة فعاد يجر الخيبة وسواد الوجه وفشل ما جاء من أجله وقبل كوشنير عين فريدمان سفيرا لبلاده في إسرائيل فنطق العبرية كمستوطن متطرف وأقل وصف يقال عنه سفير إسرائيل في إسرائيل ولخلط الأوراق في الأرويقة الدولية فرز نيكي هيليل تمثيل بلاده في الأمم المتحدة ففرقت الأمم وفتتت الاتحاد بوقوفها حيث الباطل وتجنبها قول الحق فنطقت كفرا وصوتت ظلما واستخدمت الفيتو جورا إدارة بكامل أعضائها تعتمد على الصفقات والصفعات صفعات ردت لصاحبها فهو القادم من حلبات المصارع أكثر من حلبات السياسة حيال ذلك كان الرد ممن يمتلك الحق والقرار من رئيس قال لن تمر صفقة القرن من رئيس قال لرئيس أعظم دولة في العالم لا من رئيس تسلح بتاريخ سطره قادة وعظماء الشعب الفلسطيني من رئيس قرع الجرس عندما قال بأن إدارة ترامب تشكل خطرا على السلم العالمي